اشتركوا في القناة وزير النفط على ان مؤتمر ميوس يعد من ابرز الفعاليات في مجال الاستكشاف والانتاج على مستوى منطقة الشرق الاوسط حيث تحرص معظم الشركات النفطية العالمية والاقليمية على المشاركة في هذا الحدث للاستفادة من الاوراق العلمية التي يتم طرحها ومناقشتها خلال جلسات المؤتمر من قبل خبراء ومتحدثين عالميين في قطاع النفط والغاز من مختلف دول العالم وقال معالي الوزير انه برغم التقلبات وعدم الاستقرار في الاسواق النفطية العالمية بسبب عدة عوامل اهمها الطلب وزيادة المعروض والجيوسياسية وغيرها من العوامل الا ان هناك بوادر عالية المستوى بين جميع اصحاب القرار من مختلف الدول العالمية للتعاون معا لوضع الخطط الرامية لمواجهة هذه التحديات والتغلب عليها من خلال خلق فرص الاستثمار في مختلف المشاريع وتعزيز دور التكنولوجيا الحديثة والابتكار والتطوير في مجال النفط والغاز كما ان الهيئة الوطنية للنفط والغاز والشركات النفطية المنضوية تحت مضلتها تسعى دائما بكل طاقاتها البشرية للعمل الجاد والحثيث نحو تحقيق الاهداف الاستراتيجية الرامية الى تعزيز الاقتصاد الوطني في المملكة وذلك من خلال تأسيس العديد من المشاريع التطويرية على جميع الافعادة وفي سياق متصل قال معالي الوزير ان هناك توجها نحو حفر عدد من ابار الغاز العميق التجريبية باستخدام التكنولوجيا الحديثة وذلك بشراكته مع مختلف العقول المتخصصة في هذا المجال من مختلف الشركات النفطية العالمية والذي سيسهم بلا شك في جذب الاستثمارات وسرعة الانتقال من الاستكشاف الى الانتاج وخلال حفل الافتتاح قام معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط بتسليم جوائز ميوس 2019 للطاقة وذلك للجهود المتميزة التي بوذلت في تطوير صناعة النفط والغاز من خلال التكنولوجيا والابداع وتطوير الصناعة والاداء والمسؤولية الاجتماعية الاستفادة من الفرص المتاحة في دول المنطقة وزيادة الطلب على التكنولوجيا الحديثة لرفع مستوى أداء النفط والغاز والبتروكيمويات هذا ما يهدف إليه مؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز ميوس 2019 إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين